حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال ثنى إسماعيل قال حدثني قيس عن الصنابحي الأحمسي قال وكيع في حديثه الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فراتكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمامة فلا تقتتلن بعدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازمين قال سمعت الصنابحي البجلية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراتكم على الحوض ومكاثر بكم الأمامة قال شعبة أو قال الناس فلا تقتتلن بعد حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي الأحمسي مثله حثنا عباد بن عبادي بن حبيبي بن المهلبي بن أبي صفرة المهلبي أبو معاوية عن مجالدي بن سعيد عن قيس بن أبي حازمين عن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمامة فلا ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حدثنا يونس عن حمد بن زيد عن الصنابحي وربما قال الصنابحي قال قرئ على صفيان وأنا شهد سمعت معمرا يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال جرح خالد بن الوليد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن رحله قلت وأنا غلام من يدل على رحل خالد فأتاه وهو مجروح فجلس عنده حفن صفوان بن عيسى أخبرنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حني وهو يتخلال الناس يسأل عن رحل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب حدثنا روح حدثنا أسامة بن زيد حدثنا الزهري حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلال الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فذكره حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبن إسحاق وثنى عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد خالد عن قيسي بن أبي حازمين عن الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره قال يزيد بن هارون الصنابحي رجل من بجيلة من أحمس ترجمة نانسي قنقاد